مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو ان شاء الله هذا الشهر انا شايف الورق حلو وحبايبي تفاعل والتفاعل هو الحل بالبداية قبل ما انسى خليني احكي الابراج او الطاقات اكتر ايش يمبين ميزان اسد قوس فيه كمان اللي هم ناريين نارية هوائية ومائية هذا اكتر شي مبين بالورق خلينا نشوف طاقة برج الدلو لهذا الشهر يعني اغلب افكاره او سوري اغلب افكاره او اا يعني طاقته على شو مركز هاي الفترة اا مشاعره افكاره لكل فترة الها طاقة معينة فنشوف طاقته اا لهاي الفترة كيف عامله اهام اا شايف نوعا ما تحقيق اا بعض الامور اللي كانت شوي صعب انه تتحقق شايف تركيز اا عليها وشايف في نتيجة حلوة من وراها فشايفتك عم بتركز عالطموحات اكتر ايش هي برج اا الدلو اا وكأنك عم شوي فقط تثقة بالحب جيت يعني كل املك بالشغل البعض منكم طبعا مش الكل عم بشوفكم روحانيين جدا هاي الفترة اا بتصلوا كتير صلوات دعوات يعني عم بتكون وعم تتواصلوا روحانيا وعم بيكون في حب كبير في اا في موجود اا على الاغلب حب جديد على الاغلب لكن ممكن يكون مع اشخاص قديمين يعني مش مش شرط لكن اا الاغلب هاي هي طاقتك لهاي اا الشهر حبيبي اا شايفيتك اا طلعت من مشكلة كبيرة خلينا نقول هاي المشكلة انا بسميها يعني اشياء كبيرة مصيرية اا طلعت منها ممكن تكون اا هي انتهت خلاص طلعت منها اا لكن اا ممكن تكون اا طلاء وممكن تكون خسارة عمل ممكن اللي هي خسارة يعني ولكن انت اتعديت هذا الموضوع اا بعد ما خسرت اا هذا الشي زرعت نصر او في عندك اا نصر اا بعديها تماما يعني هي المشكلة بعدين النصر اا تماما واكنه على نفس الشخص او بنفس الاتجاه هدول الكرتين عم بيكونوا لانه بجنب اا بعض اا مع هذا الاشي كله عم بتحاول انك اا تستشفي عم بشوفك شوي تعبان يمكن اا الظهر عندك اا اا او اا تعبان نفسيا اا ممكن اا النوم عندك في مشكلة او الاكل الجهاز الهضمي اا اكتر يعني اا بعضكم طبعا مش اا كلكم ولكن هذا الموضوع عم يتطور اا عم بيصير اا ممتاز شايفيتك اا بالعمل عم بتحقق انتصارات اكتر من انتصار واكتر من فوز عم بتحقق اا اا ولي ما عندهم شغل عم بيلاقوا اكتر من فرصة انا بشوف اا هدو الشهر اكتر من فرصة لهم انه يلاقوا اا شغل فا اا كرويت حلوة كتير على مستوى اا العمل عم بتحاول تعمل توازن ما بين الحب اا او العائلة والعمل من بعد فترة كان فيها التوازن اا مش اوكي اا عم بشوفك اا كتير اا قوي من بعد فترة كنت متوجس كنت اا على فكرة برج الدلو اا كان في عندك اا طاقة سلبية قوية كان في عندك اا شي قوي اا يمكن سحر او حسد او شغلة اا ولكن عم بشوفك اا عم تستشفي منها على خير عم تطلع منها اا شهر سبتمبر ان شاء الله بتكون خلصت من هذا الموضوع نهاية سبتمبر بتكون خلصت من هاي الطاقة السلبية ان شاء الله تماما شايفيتك نضيف اا الشاكرات تبعولك نضاف في اخر الشهر اا امورك اا تمام اا اكتر شي ناس اللي عم يدرسوا عم بشوف اا في نتائج كتير اا حلوة في نجاح بامتحان يمكن كررت الامتحان اكتر من مرة ولكن شايفة اا نجاح شايفة احتفال بالنجاح مع الاصدقاء او مع الاهل عم بتفرح اهلك بهذا الموضوع او عم يفتخروا اا فيك وممكن تكون اا نفسك انت صاحب العائلة يعني الاب او الام انت نفسك ادلوا اا انه ولادك رح يفرحوك بهذا الموضوع موضوع اا الدراسة هذا الشهر اا فكمان بيضغى على الكروت والناس اللي عندهم دراسات عليا او عم يدرسوا في بلد تاني لاني عم بشوف اا شوي من اا او بعض اا ناس برج الدلو اما انتقلوا على بلد تاني او رح ينتقلوا بشهر سبتمبر عم بشوفهم عم ينتقلوا وعم بيحاولوا يتكبوا كل الاشياء السلبية وكل المشاكل بالبلد الاديم او بالمسكن الاديم ويحاولوا يغيروا يروحوا على جديد عم بشوف اا برج الدلو الاشخاص اا وكأنه عم بيغيروا جلدهم وكأنه تعلموا بما فيه الكفاية من الحياة ومن الاشخاص اللي حواليهم عم بيغيروا جلدهم يعني الناس عم تطلع عليك عم تحكي لا مش هذا مش هذا هو انه اا كتير كتير رح تكون شخصيتك متغيرة اا عندك حكمة كبيرة اا تحط حدود للعالم من بعد ظلم كبير اكلته انت فعلا انظلمت كتير اا فعم بشوف بعده زي ما قلنا فيه انتصار من بعد هاي المشكلة اا شايفيتك عم بتفكر بشكل ابداعي او انك تطلق اا فكرة بشوفك فيها اا اما شغلة ابداعية او شغلة اا بتساعد فيها الناس فيها مساعدة للناس اا مش انه بدون مقابل لا بمقابل ولكن بشوف فيها اا مساعدة بتقدم مساعدة للناس ممكن تكون هيلر ممكن تكون اا اا في جمعية خيرية عم تشتغل او عم بتحاول اا تعمل هذا الموضوع اا يعني عم بشوف خير من عندك بطلع للناس وعم تتصدق بهاي الفترة كتير اا عم بشوفك كتير اا كريم اا انت بالاساس كريم بس هذا الشهر اكتر اا عم بتكون اكتير محتاط فيه شخص اا حواليك اا اا امرأة او رجل مش يعني مش شرط ولكن هذا الشخص اا برجه اا مائي على الاغلب هذا الشخص اا في مشاكل بينك وبينه مش شايلك من راسه اا رح يضل اا فترة يعني في في راسه اا انت موجود ورح يحاول انه يعني يعني يعمل شوية مشاكل ولكن ما رح يطلع في ايده اشي انا ما شايفة انه بس اا اللي هي اا على الفاضي محاولات اا فاشلة بس انك شوي تكون اا محترس من هذا اا الموضوع عزيزي في في عرض رح يتقدم اما منك اما من الشريك اا شايفة في الكروت جاي فوق بعضها كتير حلوة اا انت والشريك شايفيتك في في قمة الحب والا من بعد اا مشكلة كبيرة يمكن هاي المشكلة نفسها اا يعني مشكلة كانت مش اا صغيرة مشكلة كبيرة مع الشريك اا صار فيها اللي هو كلام انت غلطت هو غلط اا انظلمت فيها ويمكن هو المظلوم كمان يعني القراءة ممكن تكون عكسية لانه عامة اا ولكن عم بشوف اا من بعد هيك عم بشوف اا اصلاح للامور اا عم تتت يعني عم الامور اا ترجع زي ماضيها زي ما اول بلشت اا العلاقة شايفة للناس العزاب اا شوي متكبرين يمكن شوي مش حابين يرتبطوا باي حدا اا يعني عندهم مواصفات عالية جدا لشخص المستقبل عندهم فرص ولكن عم بشوفهم ما ما عم يلقطوا هاي الفرص او عم مش بتكبروا عليها عم بشوفوها انه مش مناسبة مع انهم اا ممكن يكونوا غلطانين في هذا الموضوع فبقولكم لا اعطوا فرصة في شخص اا ممكن انه يظهر في حياتكم اا هذا الشخص اا ممكن يكون اا برجه اما ترابي اما هوائي اا يعني رح يكون منيح رح يكون اا كويس او ممكن ادملكم الحب اللي انتو محتاجينه انا عم بحكي للعزاب مش للناس اللي في بحياتهم شخص اا معين عم بشوف فرصة حمل الكبيرة اا للناس اللي عم يستنوا حمل عم بشوف اا الحمل او هم اردي حوامل فعم بشوف الموضوع عم بيصير على خير مش مبين بنت او ولد مش عارفة يمكن بنت بس اا يعني هذا اغلب الاشياء بس شايفيتك حبيبي اا كتير عم تحتفل هذه الفترة عم تطلع من فترة قاتمة لفترة حلوة اا عم بشوف في تواصل روحاني عالي جدا بينك وبين الحبيب لو كنتوا على العلاقة او لو كنتوا منفصلين اا عم بتفكروا في بعض بطريقة اا فضيعة اا اتنين انا شايفي حب متبادل ولكن في اطراف اخرى عم تحشر حالها في الموضوع اا فعم بشوف سيطرة هدول الاشخاص لسه موجودة لحد الان اا ولكن بالمستقبل القريب اا ممكن انه يعني تتخلصوا شوي شوي من هدول الاشخاص اهم شي اا رجوع ممكن يكون في سبتمبر بالنسبة للازواج اا شايفة في ناس عم بتفكر في اشخاص اخرى غير الزوج او غير الشريك في يعني في علاقة ثلاثية عم تكونوا داخلين فيها اا بس بحذركم من هذا الاشي انه هاي الفترة تكونوا شوي حريصين من هذا الموضوع لانه ممكن شوية اسرار تطلع اا لبرة اا من من غير ما تقصدوا اا او غصبا عنكم فديروا بالكم من هذا الموضوع خلينا نشوف ازا في تحذيرات لبرج الدلو هاي الشهر ازا شايف انتصارات بالعمل اا يعني ممكن يكون اللي هو ترقية لانه شايفة عندك اا مفتاحين ممكن يكون واحد منهم مفتاح بيت ممكن تمتلك بيت او تمتقل على بيت جديد والمفتاح التاني ممكن يكون مفتاح مكتب اللي هو اا ترقية او اا منصب معين فكتير حلو بالنسبة للتحذير اجاكم حظكم انه اا في في يمكن نفس الاشخاص اللي قلتلكم عنهم في فيما بين الاصدقاء فيه شخص متخفي اا فيه شخص عم بيدس اا سم معين او سموم معينة افكار اا عم بحكيها عنك بطريقة غير مباشرة وكأنك بتعرف هاد الشخص او ما بتعرفه انا ما اعرف بس انه هاد الشخص اا ما عم يكن لك الخير وحطك في راسه فدير بالك اا ممكن يكون باي وسط يعني مش بوسط اا معين. هذا كان بشكل عام خلينا نسحب كرت اا لك وكرت للشريك ازا كان في شريك اا للعقل الباطن على شو عم بتركزوا هاي الفترة او شو عم بتفكروا بشكل عام العقل الباطن ازا لبرج الدلو ازا برج الدلو ورق كتير حلو عم بتغير حالك اهم شي عم بتغير حالك اا لانه برج الدلو كتير طيب يعني اا عم بيستغلوا في ناس عم بيستغلوا هذا الموضوع فلازم تغير حالك لازم تغير شوي من تصرفاتك اا تحط حدود وانا شايفتك هذا الشهر ماشي باليعني اا بالاتجاه الصحيح خلينا نقول. ازا كرت ايه لك كرت للشريك. بالنسبة ايه لك اا حط يعني ما عم تفوت دقيقة طول الوقت عم بتفكر بال بالحبيب ما رايح ابدا من فكرك. قد ما سبب لك مشاكل قد ما ظلمك قد ما عمل فيك لسه عم بتشوفه متل الوردة لسه عم بتشوفه اا يعني ما تغير بتفكيرك ممكن بتفكيرك الواعي تغير اا عم تطلق عليه احكام وكذا لكن في عقلك الباطن انت ما زلت بتحبه حبه كبير. او احلى كرتين. اا كمان الشريك الشريك اا عم بيحاول انا شايفة في عنده طاقات سلبية ممكن تكون من طرف تالت عامله طاقة سلبية او اا يعني من طرف مو شرط طرف تالت اللي هو خيانة لا يعني ممكن تكون اي طرف اا لكن عم بشوفه شوي شوي عم بتحرر من هذا من هاي التراكمات اللي عنده اا شايفة عنده مشاكل عم بيركز اكتر اشي عانه يخلص على هاي العوائق لحتى يمشي في العلاقة اا لقدام. فهذا اكتر اشي عم عم براقب وبيغار بطريقة فضيعة. لكن ما عم يبين مبين عندي انه اا شوي شخص اا متكبر او عنيد اا غامض عم بيخبي اا امور او بيتقصد يكون غامض لحد يغيصكم يمكن. خلينا نشوف اوراكلس. اموشنز هاي هاي الفترة فترة عواطف اا بالنسبة لابرج الادلوه رح يركز كتير على عواطفه واساسا هي فترة رومانسية كتير حلوة بالنسبة له سبتمبر شهر مناسب للعاطفة. اا نفس اللي قلنا عليه قبل شوي سبحان الله انه تشينجينج يور مايند يعني انه انت رح تغير تفكيرك او اا الطريقة اللي بتغير اللي بتفكر فيها بالناس او انك اا تحط حدود زي ما قلنا اا هذا الكرت بيقيد هذا الموضوع. هون بقول لك اا بقول لك شوي ابعد عن اا الزحمة الحياة المدن اا اا العجلة اللي بحياتك اا حاول تبتعد اا تعمل خلوة لحالك تقعد شوي مع حالك يمكن تعمل مديتيشن يمكن تعمل اي اا اي سلوك روحاني اي ممارسات روحانية اا لحالك اا تتعطي حالك اا شوية خلينا نقول يعني راحة من التفكير بيقول لك خلي حدسك هو اللي يحركك ما كتير ترد عاللي حواليك او عالناس اللي حواليك رح يكون اا يعني رح يكون فيه لغط لان قلنا قبل شوي فيه اشخاص حواليك ما عم يريدو لك الخير فبيقول لك انتمي او اتبع احساسك وانت من الاشخاص اللي عندهم حاسسات يعني قوية فهدولة برج ادلو كمان بيقول لك نوذلو اا هذا الكرت كرت قانوني بس بيقول لك انه انتبه من الامور القانونية من المخالفات بشكل عام انك تخالف وخاصة في العمل للناس اللي بيعملوا بيشتغلوا اا كون يعني يعني ماشي عالقانون مية بالمية ما تتركها ولا الحظ اا هاي الفترة اا بقولك تانباك اا في موضوع انت عندك اياه موضوع خلينا نقول فيه غموض كتير مشروع خليه خليه يكون مشروع او علاقة اا حاسس فيها حالك مثل الضايع مشروع ممكن يكون بالعمل او كزا اا دخلت فيه لكن اا مثل اا يعني مثل اندمت او دخلت ومش عارف تطلع من هذا الموضوع فبيقول لك اقرب شي انك تطلع منه اا بلا ما تمشي كل هاي المتاهة وتضيع اكتر واكتر اطلع من هذا الموضوع او يمكن ادمان معين ممكن ادمان ممكن تعلق ممكن شي معين فبيقول لك بلا ما تفوت بهاي المتاهة اا يعني اطلع منها هذا الشي على فكرة جديد ان كان شخص او حدث او مشروع هذا شي جديد ما عم يحكوا عن شي قديم لك فورورد بيقول لك صح في طريقك كتير متل معوقات او تلنجز كتير بس بيقول لك لك فورورد بس تطلع قدامك قطوة بخطوة ما تفكر بيعني كتير لوقت بعيد كون متفائل وفكر بس باليوم وبكرة وكون سعيد ما تحمل حالك اكتر او ما تكبر الامور اكتر ما هي خفف عن حالك شوي رفح عن حالك هون بحكي لك اه نفس الشي بيقول لك امن بالااااااا بالاااااا بالاااااااا بالاااااا ا oli جواتك ااااااا اكمان بحكي عن الحاسسات والحدث انه في عندك حدث كبير استغل هادا الموضوع وممكن انك تنمي ممكن انك تنمي هادهادي الموهبة اكتر واكتر بيقولك انه التزامك كمان في الامور والمشاريع رح تلاقي عليها نتيجة حلوة كتير كتير بالفترة الجاي فمات يعني هون نفس الشي بيحكي لك your internal guidance ركز ما بعرف ليش تطلعوا كل هدول الكروت على نفس الموضوع لبرج الدلو احنا بنعرف انه برج الدلو عنده حاسسات سي يعني بس الكروت يعني كتير عم تحكي لك انه ارجع لهذا الموضوع نمي هاي الجفت اللي جواتك هذا الطائر اسمه كيوي عم بيقولنا او عم بيقولك يا برج الدلو بيحكي لك اعمل meditation عن طريق المشي اللي هو في طريقة meditation مش بس بالشمعة او انه نتنفس وكذا لا بتتنفس مع المشي وما بتفكر بشي غير بالمشي بالمشي علشان نتصفي ذهنك من اي افكار التانية هو دائما هدف انه تعمل تركيز على اشي على التنفس على اشي معين او باندول او شي يعني صوت معين بحيط انك تتخلص من كل الافكار ايجابية او سلبية لمدة دقائق هادا الشي بيعمل كتير فرق معاك ويزيد طاقتك الايجابية فهو بينصحك بهذا النوع من meditation اللي هو بالمشي كل يوم لمدة اسبوع فحلو يعني اتبعوها عملوها اسبوع وشوفوا ايش بطلع معاكم يعني ما بعرف ليش طلعت لكم هاي الاوراكل نشوف كمان الفارق الاوراكل بيقولك بكفي انك تضلك تفكر حالك انه انت انت الضحية انت فعلا انظلمت يعني انا بحاول اربط الكوت الاوراكل بالقراءة اللي قرأناها فبيحكي لك يا دلو انه بيكفي خلاص انك تفكر انه انت فعلا انت فعلا كنت ضحية ولكن متابعة التفكير او استمرار التفكير بهذا الموضوع بيجذب لك نفس الاحداث فاطلع من هاي الطاقة من انك انت تكون الضحية وانا شايفة بالورق انه انت رح تغير جلدك ورح تغير من طريقة تفكيرك فهذا الشي حلو حلو كتير بيقول لك في عندك احتفالات وممكن تكون زواج فحلو كتير وممكن تكون احتفالات مع الزوج او الزوجة فكمان كرت حلو ابيحكي لك اي برينك اي برينج هادا الملاك بيقول لك اي برينج اماسج فرام يور من حبيبك السابق وكأنكم مرتعدين عن بعض بيقولك هو بيحبك كتير وهو عايش في سلام مع هذا الحب بيقولك لا تقلق لا تشك فيه لا تفكر أفكار مش حلوة وكأنه بيطمئنك الحبيب أو الشخص اللي انت حاطته في بالك يعني مشارك تكون حبيب ممكن صديق صديقة بيقولك أنه الصلوات اللي عملتها أو الدعوات اللي عملتها رح تصير إن شاء الله في وقت قريب ولكن بيقولك كمان هاي الصلوات مش بس عشان أنك لا تعملها بس عشان أنك تحصل على شيء معين هي في حد ذاتها هي استشفاء فممكن تكون كمان عاملها يعني عشان استشفاء مش عشان شيء معين هذا اللي كنت طلع معانا مقلوب هو أساساً منيح اللي طلع مقلوب لأنه بيحكي لك أنه انتبه من المشاكل اللي حدت واجهك مشاكل صغيرة ما لها أهمية لكن بما أنه طلع مقلوب معناته إن شاء الله ما في مشاكل والأمور ميسرة وعلى خير إن شاء الله نيجي للفقرة اللي قلنا عنها الإضافية أنت رح تسأل سؤال حبيبي وإحنا أنا رح أجاوبك بنعم أو لا فأنت أضمر على سؤال أو يعمل بوز للفيديو واسأل سؤال معين خلينا نعرف إنه هل سيحصل وإذا أوكي يعني متى التوقيت أو بشكل عام قريباً بعيداً يعني اللي بيطلع معنا فهذا الشي رح يحصل إذن لبرج الدلو أو لا ممكن يكون سؤال يعني بسيط ممكن يكون هدف ممكن يكون أي شي مية بالمية إن شاء الله يا برج الدلو هذا الكرت كمان يعني مبشر بأكتر من شغلة وكأنه أكتر من حلم أكتر من أمنية رح تتحقق بنفس الوقت أنا شايفة تنتين ماسك في إيدك تنتين شغلتين وعم بتكون عندك اللي هو يعني فرح كبير نتيجة هاي الشغلة حلو كتير نشوف إذا في وقت معين أو شي متى هذا الإشي ممكن إنه يصير بشكل تقريبي طبعاً مش محدد قريباً جداً هذا الإشي رح يصير بعد أربع إشارات يعني أربع مثلاً أربع أيام أربع أشهر أربع أسابيع